رح بلش معك هل اليوم عم تتزايد هذه المخاوف من اندلاع حرب شاملة شفنا بالأيام الأولى بعد حرب غزة كانت هذه الاحتمالات بأعلى مستوياتها ثم مع استمرار هذه الحرب أو هذه الإبادة على غزة خفت هذه الاحتمالات هل اليوم بعد اغتيالات أو انتقال إلى هذه المرحلة الجديدة من الحرب عادت وارتفعت احتمالات أن تذهب الأمور إلى نزاع شامل بالمنطقة سبح الخير راميس شكرا على استضافي لا أكيد احتمالات عند لها حرب أوسع عم بتزيد كل ما تزيد وطيرة الضربة اللي عم نشوف الضربة اللي صارت باختيال العروري ببيروت يعني لأول مرة تستهدف الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية من 2006 وكل فكرة المعادلة اللي كانت قائمة ما بعد 2006 اللي هو بتقتلوا لنا حدا من قتلكون حدا بتستهدفوا شو أعرفني سايدا بنضرب حيفا بتستهدفوا فيروت بنضرب تلقويف يعني كل هيدا المعادلة فجأة سقطت فجأة سقطت لأنه صار في استهداف لمباشر بالعاصمة اللبنانية بالنهاية هلأ طلعوا وقالوا نحنا هيدا مش ضربة للبنان وهيدا مش عم نستهدف حزب الله نحنا عم نقتل كان لفت هذا المحاولة الإسرائيلية والمسارعة للتنصل والقول أنه هذه ضربة للي قيادات فلسطينية لم نستهدف حزب الله كيف شفتي هذا يعني هاي المسارعة للحفاظ على ضمن هذه القواعد اللعبة حفاظ على قواعد اللعبة يعني الحديث هلأ صراحة اللعب يبذل جهد أكبر للحفاظ على قواعد هذه اللعبة هو حزب الله يعني اليوم حزب الله واضح جدا أنه بده يخلي يعني نوع من الضغط على إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية ولكن ما بده يفوت بحرب شاملة عارف كتير منيح أنه ممكن تجر الويلات للبنان ومش بس للبنان عندها إمكانية يعني فوتب حرب أوسع ممكن تدخل عناصر خارجية أخرى يعني الأمريكان ما رح يقفوا ويتفرجوا على جنب إذا صارت الصواريخ عم تنزل على تلقويب نفس الشي الحشل الشعبي بالعراق حيفوت أكتر باللعبة بعض العناصر بسوريا ممكن يفوتوا يعني إحنا بعد ما شفنا ما تحركوا كل اللاعبين على الصحة المشرقية إذا بدك في تحركات عم بتصير عم تصير في استهداف لقواعد عسكرية يعني تحت سقف الحرب الشاملة بعدنا بعدنا تحت سقف الحرب الشاملة البعض بيقول أنه لأنه إضافة إلى هذه الحسابات اليوم وأنه حزب الله يبدل مصلحة الوطنية نظرا إلى كل الظروف التي تختلف عن 2006 أنه هي مرتبطة بشكل أساسي أنه إيران لا تريد هذه الحرب أكيد ما هذا الكم بدو صلو أنه مش هيدا مش بس لبناء مش بس حسابات حزب الله ولكن إيران أيضا يعني إيران ما عندها سبب اليوم تفوت بحرب شاملة يلي هتأدي على القليلة إذا مش إنهيار ولكن ضمار مخيف لكل شي صار لأربعين سنة عم تبنيه بالمنطقة يعني إذا بنرجع لقبل أكتوبر سبعة إيران كانت بوضع يعني كانت بوضع متقدم كان فيه كبول صار فيه نوع من الكبول لكل يعني لأدرتها أنه مناطق النفوذ اللي قدرت استحوزت عليها مناطق النفوذ وأدوات النفوذ يلي عندها إيها بدول عربية مختلفة حوارة مع الأمريكان كان صار متقطب إذا تذكر قبل بيومين من إفراج عن أموال إيرانية إفراج عن أموال إيرانية مقابل الأسرار الأسرار اللي كانوا عندها كان فيه العلاقة الأمريكية العفن الإيرانية السعودية كان فيه تحسن أمورها كانت ساعم بيصير فيه كبول أوسع لنفوذها بالمنطقة أنا أوكي إيران هون وعندها نفوذ صار بكذا دولة عربية وقدر تحرك هيدا للنفوذ اليوم منا مستعدة هي تخاطر بكل هيدا الشي حتى لو لم تستهدف مباشرة أحسألك إذا تستهدف مباشرة أم لا مع التفجيرات اللي حصلت اليوم بس يعني حدث يعني كل هذه العوامل اللي عم تعددها حضرتك بتعزز الفرضية أو الميل نحو النظرية اللي بتقول إنه ما حصل بسبع أكتوبر الإيرانيين ما كانوا على علم فيه برأيك؟ اللي معلومات اللي لعنا إياها بتشير إلى إنه كان معهم خبر بإنه فيه عملية عم تتحدر في كتير من التدريب لعناصر حماسي اللي قامت بالعملية أو العناصر الأساسية وقاموا فيها يعني كان فيه الإيرانيين كانوا مشرفين عليها وأيضا عناصر من حزب الله يعني هاي عملية ما صارت بأبو أسبوعين تسرلون أكتر من سنة عم بحضرولها كان فيه دراية بأنه فيه عملية عم تتحدر ولكن اللي فمنا أنه التفاصيل العملية وتوقيتها ما كانت إيران على دراية بالتفاصيلة ولا بحجم العملية وبكل يعني متل ما بتفاصيلة بتفاصيل اللوجستية أو التوقيت بشكل أساسي ما كان هيدا المعلومات كلها بتشير إنه ما كان معهم خبر بهذا الموضوع وفوجئوا باللي صار بسبعة أكتوبر المواطع جديد حصل بالأيام الأخيرة إضافة إلى عمليات عمليات الأغذية اللي حصلت ببيروت وسبقتها بأواخر العام الماضي بسوريا للعميد الإيراني رضا الموسوي مسألة تفجيرات اللي حصلت بكارمان بإيران وتبني داعش وعودته إلى الساحة بأي إطار يمكن وضع اليوم هذه التفجيرات وربطة وتبني داعش علنية لهذه التفجيرات كتير صعب يعني أنا هلأ بظل لأنه فيه شحب المعلومات على هذا الموضوع أنا منحكي داعش السلفة أنه ترجع داعش على الساحة هذا اللي بدي يقوله يعني أنه مين يعني داعش مين بيستثمر فيها كل فضائع مين عم بيستثمر هلأ داعش مراحت يعني الداعش اليوم صار فيه حكي عن انهزام داعش داعش بتحسيها موجودة غب الطلب يعني كل فترة حدا بده إياها طلب يستثمر فيها وإذا بتروح يعني أصلا في بعض مناطق يعني المدن بالعراق بعض فيه عناصر كانت من تمية لداعش بعدها عم تتحرك فيه داعش كمنطق الدولة الإسلامية اللي أعلن عنها وكانت مسيطرة على مناطق من سوريا والعراق هاي دي راحت ولكن العناصر اللي كانت من تمية لداعش في كتير بعد يعني موجودة وموجودة بمناطق مختلفة من سوريا ومن العراق بالزيت وعم بتدور بحلقات أصغر بكتير ولكن قائمة هلأ بالنسبة لإيران بالزيت مين استثمر وفجأة رجعت بيانت يعني قبلها بأربع خمس بالصيف أعلن حرس الجمهور الإيراني إنه كمان كمش خلية كانت عم تعمل لمصاد راحين كمان كانوا يفجروا بكامران بتسأل هل فعلا خلية يعني بهيك جو صعب كثير بدون معلومات على قليل أنا عندي ما عندي معلومات مباشرة لا قدر بس ايه كان ملفت يعني نهار مقتل سليماني هل أنت بانفتاح اللعبة أو انكشاف كل الأوراق يعني اليوم الإسرائيلي ذهب إلى استخدام هذه اللعبة ويلاعب بات الإيرانيين على أرضهم بهكذا تفجيرات من دون ما يورد نفسه بحرب مباشرة معهم وتبني هكذا عمليات هو في حرب قائمة بين إسرائيل وإيران من زمان مش بس بالوكالة يعني اغتيال العالم النووي الإيراني بإيران السايبر وورفير حرب السيبرانية حرب السيبرانية اللي قائمة بيناتهم يعني في حرب عم بتسير بسموها شادو وورفير قائمة بيناتهم صار لسنين يعني ما أنه شي جديد ومستمرة وحد دل مستمرة وبعدين ما ننسى أنه إسرائيل صار لسنين بتقصف بسوريا أهداف إيرانية ولا حزب الله بسوريا بدون أي يعني ما في ردد فعل وما في أي حساب بقلب سوريا نفسها لأنك فتاعتد